الحديث مفصلًا ينضم إلينا سامر يصوف ماند الزراعي من إذلي بساعة صباحك أولا وصلافك أستاذ سامر صباحكم خير صباحكم خير وبركي مع زهر القحوان والزعفران بدنا نعرف أكتر عن التربة اللي بتناسب زراعة الزعفران التربة اللي بتناسب زراعة الزعفران هي التربة الخفيفة يعني ما تكون تربة طينية أو أراضي طينية لأن الزعفران هو بصائلات زراعة بصائلات في الأراضي الهشي أو المائلي إلى الرملية معظم أراضي مخفصة إذلي تجود فيها زراعة الزعفران لون هذه الأراضي مهيئة وقابلة لتلقي الأبصال أو زراعة أبصال الزعفران حيثوا أن زراعة الزعفران بالنسبة للمناخ نعم تحدثنا عن إمكانية زراعة الزعفران الظروف المناسبة الأخرى لإنتاجه من ناحية المناخ مثلا من ناحية الري متوفرة في الشمال السوري بالنسبة للزعفران لا يطلب كميات مياه كثيرة حيثوا أن المناخ في الشمال السوري أو في الأراضي بريف إذلي تتلقي كميات مياه قابلة لأنه تكفي الزعفران من المتطلبات المياه كونه يزرع لشهر إيلول وشهر تشرين من بداية شهر إيلول حتى منتصف تشرين وبعد هذه الفترة تترقى المنطقة كميات من الأمطار فعمليات الثقائية لا يحتاجها كثيرا حيث أن المناخ أو الجو المناسب لزراعته هو يحوض البحر الأبيض المتوسط أو وجد زعفران أول ما وجد بحوض البحر الأبيض المتوسط طيب حلو بما أن الظروف كلها مناسبة لزراعة الزعفران لماذا لا يتم زراعته بمساحات واسعة خاصة أنه يباع بأسعار مرتفعة أستاذي المعوقات التي تواجه زراعة الزعفران بالشمال السوري هي الكلف المالي الذي يحتاجه الدلوم الواحد أو المتر المربع من الموت الدلوم من الأبصال حيث أن سعر الأبصال مرتفع جدا كقدرة مالية عند المزارع غير موجودة اليوم بشرت هذه الزراعة وتوجهت فيها بسوريا منذ عام 2007 و2008 بشرت فيها الزراعة وكانت على نطاق محدود جدا جدا انتشرت بأرياف حمص بالغوطة بأرياف دمشق بالقلمون على حيازات صغيرة جدا لكلف العالي للحصول على الأبصال يعني قيمة الأبصال اللي بدنا نزرع فيها الحقل قيمتها مكلفة جدا إنما استهلاكاته كمواد كيميائية وهذا طفيفة جدا يعني لا تذكر هيصل لأي محصول تاني ما بتطلب هو فقط ثمن البصيلات ثمن البصيلات هي الغالي يعني هذا السبب ثمن البصيلات وجودتها يعني في حالة الثمن وجودي لأنه اليوم الحصول على البصيلات النظامية أو الغير مغشوشة أمر صعب جدا لأنه هذا الأمر هو أنت عم تنظر على البصيلة وبدأك تنتظر موسمة بالأخير تطلع البصيلات مغشوشة أو البصيلات ما هي نظامية فهون أنت صبرت فترة زمنية طويلة ودفعت مبالغ طائلة وبالأخير تصرت تعبك طبعا نرجع للأساس أنه ليش البصيلة أساساً بتكون غالية هل أنه يتم استيرادة من مكان ما وكيف ينا نميز بين المغشوشة وغير مغشوشة تماماً يا سيد الكريمي البصيلات غير موجودة الآن والله إلى حد اليوم كوننا زراعة جديدة ما فينا نميز المغشوشة غير مغشوشة إلا على زمة البائع أو على زمة المزارع اللي بدي سلم البصيلات هلأ اليوم نحن في عنا كتير عنا كتير أمور ممكن نكشف عنا بالبزور بالتقاوي البطاطا بإنه مغشوشة وغير مغشوشة نصر لأنه نحن موجودين بالعمل ويدنا بالعمل منذ سنوات إنما كانت زراعة جديدة أدخلت للبلاد فالكشف عنا بيكون صعب أو معرفته بيكون الأمر مستحيل كنت عم تحكي على البصيل من كان يتم استيرادة البصيلات أكتر شيء كان استوردوه من أفغانستان باكستان من إيران من تركيا من السعودية من المغرب العربي يعني المغرب العربي بينشط زراعة الزعفران بإيران والدول المجاورة الأقلة بينشط بشكل كبير السعودي إدخل لأقله منذ سنوات التركية وجدت فيها زراعة الزعفران من فترات طويلة لذلك صار عندهم خبرة صار عندهم مراكز لإنتاج البصيلات وتصدير البصيلات إلى دول العالم التالي نتمنى أيضا سوريا تصبح أحد هذه الدول التي تشتهر بزراعة الزعفران إن شاء الله لأنه يعني يشتهر عالميا اليوم كم سعره في العالم وأين يسوق هل يسوق في داخل السوري أم معدل التصدير بالنسبة للزعفران أو السوق التوابل العالمي هو الهند أي منتج عطري أو أي منتج من هالمنتجات هاي لأنك يكون أسعار غالي التوابل هي السوق العالمي أو البورصة العالمية إلى الهند فأي منتج تنتجه من هدولي بحد سعره الهند هي بتحدد سعر اتفاعه واتفاضه لكن صار فيه أسواق قلوب الخليج العربي اليوم الزعفران صار فيه سوق الخليج العربي وهو بتحدد سعره بالخليج العربي أسعره بالـ 5.000 إلى 15.000 دولار بيوصل سعر الكيلو كنا نحن نحكي لأنه الخليج يمكن أكتر استخدام لقيله نحن كسوريين بشو أكتر شي نستخدمه لماذا يلقب بالذهب غير أنه سعره غالي أدائله فوائد اليوم لحتى يكون أنه عن جد غالي الزعفران يدخل بعدة تركيبات أو بعدة فوائد الفائد الأولى الذي يدخل فيها الزعفران هي بالمنكيهات ثانيا يدخل بالمواد الطبية بتركيبات مواد الطبية مضادات الأكسدي أيضا يعتبر الزعفران هو يستخدمه كثير مراكز الطبية لتخفيف الوزن لأنه يقطع الشاي بمنع الشاي فبيستخدمه لتخفيف الوزن الخليج العربي يستخدمه للأهوة المرة يدخل بتركيب الأهوة المرة معظم المطابق العالمي الكبير يدخل كمنكه أساسي بعمليات الطبخ لكن الاستخدام الأساسي الذي رفع سعره هو يدخل بتركيبات عقاقير الطبية طريق من نوعه أو تعتبر فوائده كبيري للإنسان إله مضار حسب علمات مضار طفيفي جدا لأنه أي شيء يمكن يدخل بالصناعات الدوائية يكون إله آثار جانبية الزائد كان نائس أي شيء مثل ما إله فوائد يكون إله أضرار لكن ضمن حدود معينة أو ضمن استخدامات محدودة هو يمكن الذي يعطى هذا قلته يعني مثل ما نذكر بالتقرير أنه كل الحقل أعطى بس 200 جرام بالإضافة إلى أنه دخوله في كثير من الصناعات الطبية بس يمكن بمطبخنا السوري نادر الاستخدام صحيح لسبب ارتفاع سعره يعني اليوم أنت عندك كل 150 زهرات لطالع لك جرام واحد يعني وهذا إذا بدك تشتغل فيه أو تطالع القيمة فممكن فيه جدا وسبب ارتفاع سعره هو بيعلي الاستخدام بالمطبخ السوري لكن موجود يعني اليوم اليوم وجد بشر الناس تداول وتحكي فيه كون أنه انتشرت زراعته مجرد أي أمر انتشرت زراعته فهو يبشر الناس تداول فيه وتحكي فيه حتى لو بالحكي وممكن أنه ينزل سعره ننشكر كثير شكرا لأنه وجودك معنا ولهي معلومات القيمة سامر يصف مهندز زراعي شكرا لك نهارك صحيح نهارك صحيح نهارك صحيح